بسم الله. دلوقتي هنشوف ازاي نقيم حسب الاسكيل. فهنا مثلا هنقيم حسب المنظمات تمام حسب المنظمة نفسها بنشوف آلية وتسليمات نمزجة معنوات البناء. فهنا في اللي هو الاولي دوت هنلاقي ان قادرة نمزجة معنوات البناء غير موجودة وبيعتمد التطبيق على الابطال بتوع التكنولوجيا. يتم ترسيم نمزجة معنوات البناء. يتم تعريف ادوار مختلفة من عملية التطبيق. يتم تعيين البيمانجر بين كوروديناتو اللي بقى فيه شوية نظام. هنا يبدأ يبقى تتكامل ادوار نمزجة معنوات البناء المحددة مسبقا بعضها في عملية ادارة التطبيق. خلطة كويسة. البعض كده في تكامل ادوار نمزجة معنوات البناء في الهيئة الكهداء المنظمة. وهو موجودين معروف ده مثلا بقابل ايه في 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 كسم كذا ببقى في ترتيب الادوار ومتكامل مع الادوار الموجودة في المنظمة والوظيفة الموجودة والهاكل الكهدية والادارية. في الابطمازيت بنلاقي كيادة نمزجة معنوات البناء بتتكايف باستمرار كل فترة للسماح للتكنولوجيا جديدة والعمليات والتسليمات كل ما بحث التطور في المنظمة ده بيأثر تلقائي على البيم وعلى كيادة نمزجة معطر البناء وبتقدر انها تطور نفسها. طيب بعد كده نحن نتكلم على project team يعني اكثر من فريق اكثر من المنظمة مشاركين في مشروع كبير ففيه تنظيم بينهم. طيب هنا في اليه الزيره ده كل مشروع مستقل بشكل مستقل بنفسه. كل حاجة سليمة بس الواحدة. ما فيش اتفاق بين اصحاب المصلحة على التعاون فيما يتجاوز مشروعهم بالمشارك الحالي. في تعاون بسيط في ان احنا نخلص بس الحاجة دي دلوقتي. هنا باصحاب المصلحة بيفكروا في ما ورق مشروع واحد. ويتم تعريف توصيق البروتوكولات تعاون بين اصحاب المصلحة في المشروع. في بروتوكول محدد هينظم في شغل العامل ازاي. بعد كده هيدور التعاون بين المنظمات المتعددة على عدد مشاريع من خلال التحالفات المؤقتة بين اصحاب المصلحة. او الستوكولدر. طيب الانتجريتد او التكامل. المنظمات المنظمات المشاركة بتنظم الشغل بين التخصصات وفرقة المشاريع المتعددة التخصصات بالمشاريع التعاونية. في تحالف بين العديد من الستوكولدر. طيب البعدي كده اللي هو الامثل. فرقة المشاريع المتعددة بتتحسن ذاتيا بالمشاريع التعاونية. وده بيشمل موظم او كل لاصحاب المصلحة. طيب لو احنا بنتكلم على السوق كله. اللي هو بيشمل طبعا البرجكتيم او بيشمل منظمات وبيشمل كل حاجة. الماركت نفسه. الاليات وتسليم من مزاجة معلومات البناء. ده عدد قليل جدا في نفسه. الى الاولي عدد قليل جدا. من مجمع المزاجة معلومات البناء. ومن السبلاير. ها هو المتوفر للموضوع ده يعني بتدور على متيريال بتدور على family. بتدور على ال object بتلاقي فيه نقص فيه. تلاقي ان السبلاير مش موفق لك الموضوع ده ده فده بيحطلك. باطر ان تعملها manual فبيخذ منك وقت كثير. اا 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 مطور البرامج والمستخدمين النهائيين هم اللي بيعملو الـ family اللي هما عزينها او هنا في متوفرة وكل شوية بتزيد كل شوية ناس بتبدأ تعمل والمصنعين والموردين هما اللي بيعملوها طيب في المطار المكونات البيان سهل توصل لها في اماكن محددة في موقع مثلا معين بتدخل بتلاقي كل حاجة بتلاقي اللي انت عايزه تقدر تعمل سيرش بس مش مرتبطة تفاعليا بقواعد البيانات الداتاباسيز بتاعت السبلاير او المورد الانتجرياتيد يتم تكمل الوصول اللي باستوضاعات المكونات في برمجة في البرنامج البرنامج نفسه بتقدر من الخلال توصل للفاملي اللي انت عايزها او العناصر اللي انت عايزها او الكمبوننت اللي انت عايزها ومرتبطة بشكل متفاعل مع بيانات السبلاير فتقدر تعرف السعر وتعرف هل هي متاحة ولا لأ فده طبعا بيديك قوة اختر طيب الابتميزيد او الامثل في توليد اهلي متعدد الاتجاهات ومتبادل مكونات نمسكة معلومة البناء بين كل افراد المصلحة او الاستوكولدر من خلال مستوضاعات مركزية ومتربطة وفي نظام معين بحيس ان انتقدر تتحصل ما انت عايزه واي تعديل يحصل يظهر عندك وده طبعا حل ممتاز بكده احنا اتكلمنا عن ازاي تقدر تقيم الشركة اللي انت فيها وبتوفيق ان شاء الله ولو في اي مشاكل نقدر نتواصل ونحن الله بازن الله وربنا ما اجيب مشاكل وربنا ما افقاكم اشتركوا في القناة